إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو تأتي بعد الفيديو التي قمت وسجلتها قبل 17 يوم تقريبا والتي كانت كلمة موجهة للشباب وخاصة الطالبة من أبناء الحراك بعدها جاءت رسائل أخرى منها الرسالة القيمة القوية العميقة للسيد الأستاذ دكتور أحمد طالب الإبراهيمي رسالتان بل رسالتان واحدة موجهة لرئيس الأركان والثانية موجهة للشباب ولكن مع الأسف دائما نحن في هذا البلد الجزائر دائما نديروا الوقت نطولوا حتى نعرفوا قيمة الكلام وقيمة النصائح وقيمة الإرشادات والتوجهات التي تحتاج أن تأخذ بعين الاعتبار ولهذا أول نقطة من ست نقاط التي نحب أن نتكلم فيها اليوم هي النقطة التي تتعلق بالتاريخ إلى متى؟ أيها الإخوان أيها الأخوات إلى متى؟ نبقى دائما هكذا الأزمات متتالية أزمة 1949 أزمة 1954 والأزمة التي طالت تقريبا مدة خمس أو ست سنوات من الـ 56 حتى الـ 62 وفي الـ 62 انفجرت ما يسمى بـ la crise de 1962 أزمة 1962 وبقينا كذلك زيد 79 أزمة وحدة أخرى ما نتكلمش عن الإنقلاب تـ 65 والأزمات التي جاءت بعده والاغتيالات والتهجيرات للناس شخصيات وطنية عندها وزن ثقيل في الدولة وزيد 79 كيفاش نتاقلنا من عهد بومديان إلى عهد الشادلي والأزمة الأخرى كذلك الأعنف والأتي الشرص والكيما نقول إحنا القذرة تـ 92 و90 وما جاء بعدها من مجازر ونزيد الآن نعيش أزمة وحدة أخرى في 2009 منذ الشهر فبراير إلى متى؟ يعني وعلاش ما هو النقطة ما هو النقطة المشتركة ما هو العامل المشترك في هذه الأزمات كلها لابد أنه كان عامل مشترك الناس دول أمريكا أمريكا الاتحاد أمريكا ولايات المتحدة عاشت أزمة كبيرة في الحرب بين الجنوب والشمال وخرجت من الأزمة تحى مرة واحدة وخلاص وجدت طريقها إلى النمو وجدت طريقها إلى الازدهار فرنسا نفس الشيء عملت الثورة الفرنسية ومن بعد وجدت البلاد طريقها إلى الازدهار قريبا من هنا يعني 1900 في السنوات يعني في آخر القرن الماضي إفريقيا الجنوبية إفريقيا الجنوبية اللي كانت عندها نظام عنصري وكانت في أزمة كبيرة بين الناس السود وبين العافخي ومع هذا وأقول نعم الحمد لله البلد حل الأزمة التاعو ولكن وخرج منها والآن إفريقيا الجنوبية بلد مزدهر بلد قوي في اقتصاده في نظامه واحنا ما زلنا الجزائر من أزمة إلى أخرى متى سنخرج من هذه الأزمات لنخرج من هذه الأزمات لابد معرفة أين يكمن الداء وما هو الدواء الذي لم نستعمله حتى إذا كان استعملناه هذه المرة إن شاء الله سنخرج إلى بر الأمان ونخرج إلى الطريق السديد المعبد الذي سيؤدي البلد إلى الاستقرار وإلى الإزدهار بإذن الله تعالى السبب دائما هو الزعامة وحب الزعامة أو الناس تتطلع إلى زعيم الناس يحبوا يكون عندهم زعيم الأزمة اللولة كامل لصرات مثال الحاج واللي خلقت شرخ وانقسام داخل الحركة الوطنية أنه واحد يحب من الناس باش ينتخبوه رئيس إلى الأبد الناس قالوا له لا قالوا له لا ما ينتخبوك شي رئيسي إلى الأبد فانفصل الناس اللي يسمون من بعد الناس المركزيين أو السنتراليست والجمع اللي يبقوا أوفية نمسى للحاج ولكن المشكلة لا يحبسش هناك رأينا الآن في أواخر الثمانينات في 48 ولا في 49 54 جاو الأزمة ما زالت بين المساليين يعني المساليست بين الناس الموالين والناس المخالفين وفي أثناء الحرب التحرير الجبهة التحرير الوطني أو بالأحراء يعني المجاهدين بكلهم يعني جيش التحرير الوطني ما كان يكافح فقط في فرنسا كان يكافح في فرنسا القوات الفرنسية وكان يكافح في قريب ووحد الوقت وصلوا نصف مليون من الحركة بجميع أصنافهم وبجميع تشكيلاتهم وكان يحارب كذلك مع الجيش الذي كان ينتمي للمسالي الحاج ومع أنهم وطنيين كلهم هذو ناس أبناء الجزائر شوفوا أثناء الحرب مع فرنسا حرب داخل حرب بين الجزائريين ومن ننساش الحرب كذلك داخل الصفوف جيش التحرير وحب الزعامات والأشياء التي كانت بينهم ولم تحل بالحوار ولم تحل ولم يبحث لها عن حل بالحوار وهذا هو المشكلة إذن الآن أقولها وليوم رانا 27 مايو 2019 يعني والآن الحمد لله بل للانتخابات تاعة ربع جوية ما تكونش وأنا كنت قلت هذا في تسجيل تاعة 16 أبريل قلته أنها ممكن شي تكون لأن الحراك لأن الشعب الجزائري قام حتى يعيد بناء دولة القانون ودولة المؤسسات ولا يتم هذا إلا عن طريق انتخابات حقيقية وليست شكلية صورية إنما انتخابات نزيهة نظيفة ولما لم تكن هذه الشروط وهذه الضمانات في ربع جوية يعني بطريقة عفوية أو بطريقة أقول يعني أوتوماتيكية ما يمكنش أنها تكون هذه الانتخابات الانتخابات تعبع جوية وكذلك أي انتخابات يعني أي أجل يحدد يعني من هنا فصاعدا للانتخابات الشعب والحراك بل أقول الشعب الجزائري لا يرى وخاصة بخاصة أهل الحراك لا يرون فيها الضمانات أنها انتخابات نزيهة ونظيفة وشفافة وحقيقية لا يذهبون إليها ولا يمكنها أن تكون هذه النقطة الأولى إذن لازم أننا نتعلم من التاريخ تاريخنا تاريخ الجزائر وأزماتنا وكيفاش ما استطعناش وما قدرناش نحلها والآن لابد أننا نقوم بشيء آخر لحله أنشتاين ذكرت هذا الكلام وأعيده لأنه كلام مفيد يقول مثلا يقول لا يمكن أن نجد حل المشكلة بنفس التفكير وبنفس العقلية التي أوجدت هذه المشكلة يعني ما زلنا نفكر في قيادة الأركان وفي بعض الأطراف الأخرى ما زلنا نفكر بنفس التفكير الذي أوجد الأزمة فكيف لنا أن نجد لها حل ما يمكن مع الأسف كذلك كلمة أخرى لأنشتاين يقولها وهي كلمة قوية يقول مثلا يقول يعني 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 c'est de refaire toujours la même chose et s'attendre un résultat différent يعني يقول الجنون الحقيقي من هو المجنون الحقيقي ما هو الجنون الحقيقي هو أن الإنسان يكرر دائما نفس الأشياء وينتظر أن تأتي بنتيجة معاكسة أو مخالفة هو يدير في نفس الشيء كيف سيجيب له نتيجة أخرى كذلك إذا مازلنا ننهج نفس النهج الذي نهجناه في الأزمات السابقة النتيجة ستكون حتميا نفسها أو نفسها وهي أن المشكل لا يحل وهذا الذي يدفعني إلى الحديث عن نقطة ثانية ما زال نسمع ناس يتكلموا على السلطة الحقيقية والسلطة الواقعية سلطة الواجهة وسلطة الكواليس هذه مصطلحات نعم حقيقية وصحيحة ولكن كان عندها مفعول في السابق في هذه عشر سنوات خمستاش عشرين سنة ربما أما الآن فالمنظومة الجزائرية منظومة الحكم للسستام هذا نعرفه نعرفه معرفة أكثر مما كنا نعرفه من قبل ولهذا لازم نتعامل معه وفق وتحت ضوء هذه المعلومات الدراسية المعلومات العلمية المعلومات التي يعني تراكمت منذ ثلاثين أو أربعين سنة وأوصلتنا إلى أن نقول أن هذا النظام النظام الجزائري أولا مبني منذ تقريب تلاثين أربعين سنة على ما يسمى بمصطلح الإكليب دي زينستابيليتي الإكليب دي زينستابيليتي معناه توازن اللا استقرار أو الأشياء اللا مستقرة هذا هو النظام يعني تقريبا في الحرب التحرير ما كانش استقرار ما كانش كما نقول إحنا استقرار داخل الناس الوطنيين والقوى التي كانت تكافح من أجل الاستقلال ولكن وجدوا بينها توازن ولكن هذا التوازن هذا مع الأسف لم يكن دائما توازن توافقي وتوازن يعني إرادي اختياري وإنما هو فرض أمر الواقع أمر الواقع أن الذي هو أكثر خبث ربما عند البعض مع الأسف كان هذا الشيء أو أكثر حيلة أو أكثر قوة يعني صرامة والتهديد ويفرض يعني كلمته ويفرض رأيه والآخرون يعني يندمجون تحته المصطلح المصطلح الثاني يقال أن هذا النظام ست بووار كوليجيال ست باس بووار اندفيدويل حتى في عهد بوو مديان لم يكن كذلك مع أن الرجل كان قوي في النفوذ تعه والسلطة تعه إلا أنه لم يكن في يوم من الأيام يعني حكما انفرادي دائما معاه مجموعة فلهذا لازم ننظر لهذا النظام بهذه النظرة حتى نفهمه ونعرف كيف يعني نتعامل معاه نطالبه منذ ثلاثة أشهر الآن بذهاب الباءات الأربع كان باء راح ديجا هذا بالعيز لماذا لأنه بالعيز والمجلس الدستوري ماشي داخل في العصابة ينفى بارت دو كارتل إما هو مجلس تقني فقط يعطيه حاجة يصادق عليها فقط لهذا ذهاب أما ذهاب بن صالح وذهاب بدوي هذا تقريبا هو ذهاب النظام يعني قوي في النظام ولهذا النظام راح يتمسك به نحن نعرف كيف نفشل كيف يعني نقضي على فعل أو على تأثير هذه الباءات حبي يتمسك بها وهو شكليا يعني أقصد قيادة كان يتمسك ببن صالح ويتمسك ببدوي ويتمسك بوشورب يتمسك بهم يتمسك بهم كواجهة يعني كما يقول إحنا ورقة التوت ونحن نعلم أنه هو الذي يمثل السلطة الحقيقية ولكن علينا ونبوى نتراليزي لريف ونبوى نتراليزي لرقو ونبوى 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 هذا النظام ونطالب ونغالب هذا النظام في النقطة الأساس ولمغالبة النظام في النقطة الأساس ما لازمش نتيه في الوسائل وأسئلة كثيرة تريد من الناس قال يعني ونرحين يعني الحراك هذا رح يجيب نتيجة ما رحش يجيب نتيجة وش ما زلنا في طريق صحيح يعني ما نحرف لاش أسئلات تراود كثير من الناس وبعضها تصلني الحراك في الطريق الصحيح والحراك انطلاقه انطلاق الصحيح يعني نظيف لا توجد أي يد داخلية ولا خارجية أصلا يعني تسيره إنما هو تراكم عدة سنوات من التضمر ومن أقول الغضب ومن التنكر ومن التنديد جاء شاء الله تعالى أن ينفجر يوم 22 فبراير إلا أنه لابد أن نقول كلمة حتى يصل هذا الحراك إلى مبتغاه الحوار لا مناصة منه ممكن اللهم اللهم إلا من عرف واش أنا رح تصر زنزلة ويتريب من عرف أنا قيادة الأركان ورح تدخل البلاد في كارثة يعني لا قدر الله يعني على سبيل المثال فقط وإلا الحوار لا مناصة منه وليهذا لا بد لنا أيها الإخوة أيها الأخوات نتعلم أدب الحوار أدب الإستماع الكلمات كما يقول أحد النس يقول يقول les mots sont des fenêtres ou ils sont des murs les mots sont des fenêtres ou des murs يعني الكلمات يا إما أو الكلام بصفة عامة يا إما أنها نوافذ أم أنها جدران يا إما أنها نوافذ تمكننا التواصل أنا بكلامي أفتح نافذة أعبر عما في نفسي وأنت بكلامك تفتح نافذة وتعبر عما في نفسك أنا أرى ماذا تريد وأنت ترى ماذا أريد هذه هذه وظيفة الكلام هذه وظيفة الحوار وإلا ستكون جدران والجدار ما هو دوره الجدار يفصل الجدار يحجز بين الأشياء يحجز بيني وبين غيري ويحجز بين غيري وبين أنا فماذا نحن 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 إذا حبينا الحوار نوزن الكلام ويكون عندنا كلام مسؤول نعم كل واحد يتكلم لازم يكون عنده كلام مسؤول ومعنى الكلام المسؤول يعني يبني الحساب تعوش هالكلام رح يفتح نافذة ولا رح يبني جدار إذن إحنا ماذا بنا أن فضل الكلام الذي يفتح النوافذ حتى يدخل الهواء ويدخل الريح وكذلك يطل ويرى ويكون الشفافية ويكون الانفتاح بعضنا نحو البعض هذا ضروري وضروري جدا كذلك الإنسان حتى ما تتخلطش عليه الأمور يرجع للمبادئ المبادئ أو المطالب المبدئية هذه الإنسان ما تتغير عنده المطالب بتاعنا قبل ثلاثة أشهر قبل سنة قبل سنتين قبل أربع سنوات تبقى هي هي ما لم تتحقق أما الوسائل أما الطرق أما الآليات فهذه ممكن أن تتغير كما يقول أن السياسة هي فن الممكن نعم فن الممكن ولكن هذا الممكن إذا كان يعود الفساد على مبادئنا يعود بالفساد على مطالبنا يعود بالفساد على قيمنا لا نريده لا نريده إذن السياسة فن الممكن ولكن في إطار المبادئ في إطار المطالب المبدئية ولهذا ما هي المطالب الشعب إلى أين تتجه الجزائر اليوم وين رايحين وين رايحين ما عندناش ألف طريق ما عندناش مئات طريق عندنا زوج أو ثلاثة طرق يمكن أن تنتهج هالجزائر بعضها جيد بعضها أقل جودة وبعضها لا قدر الله يعني لا يؤدي بالبلد إلى شيء تحمد عقباه إما أن ندخل في حوار أن هذا الحراك رؤيته تتضح أكثر ويبقى متشبث ومتمسك بالمطالب الأساسية دولة القانون أن هذا الدستور الذي هو انقلاب هذا الدستور بذاته هو لأنه كان معاكس تماما لدستور 1989 دستور 1989 كان دستور شعبي دستور برلماني لنظام مبني على البرلمان الذي هو تعبير عن إرادة الشعب واختيار الشعب أما دستور الذي جاء بعده في 96 والسنوات التي جاءت كل تغيير ستة تغييرات حصلت بعد ذلك بوتفليقة وحده فقط أحدث ثلاث تغييرات لهذا الدستور كان كله لإعطاء بشير جاء نظام ضد الشعب بشير جاء دستور ضد الشعب ويعطي الحقوق ويعطي النفوذ ويعطي السلطة كاملة لرئيس وهذا لا نريده لأن مشكلة الجزائر منذ قبل حرب التحرير الوطني كان في الزعامة كان في الناس ليحبوا الزعامة مثالي الحاج كان يحب الزعامة وهو أول سبب في المشاكل بين الوطنيين وبين الجزائريين وإلى يومنا هذا ما زلنا في الزعامة فلا نريد زعيما فالجزائر لا تريد زعيما تريد رجلا فحلا يقود البلد بحنكة وبوطنية وبإخلاص وباستماع إلى الشعب وبمشاورة الشعب وباستفتاء الشعب هذا الذي نريده إذن المرحلة الانتقالية كانت طويلة أو قصيرة هذه نقطة خامسة لا بد أنها تكون لا يمكن أننا نبتعد عنها قلت من الإصطلاحات كذلك المصطلحات يعني اللي تعرفنا بالمنظومة هو أنه احتوائي سيتم بوفاق انكليزيف لاحظت كيفاش يعني مجرد ما استقرت نوعا ما مطالب رئاسة الأركان وكأن الأحزاب الموالات تلقت يعني السينيال ما نقولش باللي هو لأمرهم باشي سندوه ولكن هما هذا هو الدور تحهم شافوا فحبوا يقولوا نحن مع قيادة الأركان لرندي لفلان تاج والآخر هذا الامبيات تعبن يونس فهذه يوري لكم طبيعة المنظومة والناس ما زالوا هم هم إذا إلى أين تمشي الجزائر إذا كان الجزائريون والجزائريات أصحاب الحراك أرادوا أن يجعلوا لهم مثلا أجوندا يجعلوا لهم يعني مخطط حتى يضاف إلى الإرادة القوية ويضاف إلى المطالب وإن كانت ما زالت فيها ضبابية يعني هذا زوج أشياء لا بد للحراك أن تتحقق لديه أن المطالب تصبح واضحة أنه يريد دولة القانون مش يحب يروح فلان ولا فلان تطلب أنت باش يروح قاية صالح شكون رك عارف من سيأتي بعد القاية صالح من من يا ناس أفهم أفهم من واحد كثر منه حينة وأكثر منه حبا للسلطة أو واحد ربما يوافق الحراك أكثر ويمشي مع الحراك وماذا ماذا ندري علاش هذه المراهانات علاش هذه الهروب إلى الأمام ما عندنا شيء عقل ما عندنا شيء عقل عارفين احنا وش راح صاري داخل قيادة الأركان ما عندنا شيء عارفين ولكن لو نفرض عليهم المبادئ لو نفرض عليهم المطالب المبدئية نقول لهم احنا الدولة الجزائرية التي نريد بناءها أو إعادة بنائها دولة مدنية يعني السيفيل والعسكر يكونون في دورهم الذي يخوله لهم الدستور لا يتدخلون في السياسة ولا يشاركون في السياسة ولا يؤثرون في السياسة ولا بلها أن يتحكموا في السياسة لما نقول لهم هذا الكلام هذا بهذا الوضوح ونسعى في الآليات والطرق التي تحقق هذا نكون في مأمن ما دخلنا في قيادة الأركان شكون يكون رئيس ناحية عسكرية ولا شكون يكون رئيس قوات كذا وكذا هذه مسألة تعني الجيش وتعني الرئيس المنتخب الرئيس المنتخب انتخابا شرعيا هو الذي سيرى غدا وهو بالشرعية التي عنده إذا حب يقيل رئيس الأركان ولا يعين وحد آخر ولا إذا نسعى إلى الأساس والأساس هو رئيس الجمهورية رئيس الدولة الذي يكون منتخب انتخابا نزيها نظيفا يعني بإرادة الشعب ويكون في وقت يكفي للشعب أن يختار بين المترشحين من هو أولى بذلك ثم الأمور الأخرى تغيير الدستور لا بد منه وأشياء وحدة أخرى ستأتي في وقتها المهم هو أننا نتمسك بالمطلب الأساس والمطلب الأساس هو تغيير النظام تغيير المنظومة السياسية بدءا هذا رأيي بالانتخاب الرئيس الذي هو أساس يعني في القانون الآن أم بعد إعلان دستوري قبل ذلك ولا مجلس تأسيسي مجلس تأسيسي أرى هذا رأيي فقط رأيي أنا في غياب استقرار وما راناش مستقرين وما مبقوش مستقرين إلى مدة ما ربما لا أظنه أنه الحل ولكن في وجود رئيس وينتخب على هذا الأساس أنه يفتح المجال إلى أن يكون الدستور القادم مناقش ويناقش في إطار مجلس تأسيسي لو نسعى بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى ربما وبإذن الله سنخرج إلى بر الأمن المهم أن الإنسان نخرج من هذا التخوين نخرج من هذا التشكيك واحد من يشكك في إخلاص واحد آخر ولا في صدق واحد آخر نحاسب الناس على الكلام الصريح نحاسب الناس على المواقف الصحيحة الصريحة أما النيات يعلمها الله إذن هذه كلمتي وربما ستكون آخر كلمة إلى مدة ما لأنه هذا تطوال في الكلام لا أرى منه فائدة إذا كان الأساس إذا كان يعني المبادئ ما زلنا يعني ما خلينا هاش تبقى في الوضوح التحى وتبقى في الشفافية التحى وفي القوة التحى أسأل الله تعالى العظيم ونحن في هذه العشر الأواخر من رمضان أن يبارك لهذا الشعب في تحركه وأن يكل الجهود التي تأكلها بالنجاح وأن يأخذ ببلدنا الجزائر بوطننا الحبيب إلى بر الأمان وإلى الاستقرار وإلى الازدهار آمين والسلام عليكم المترجم للقناة